اشتركوا في القناة اشتركت 250 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين المكلفين بالسياحة في الدول الأعضاء على مستوى العالم وقد شاركت دكتور قائدي بحلقة نقاشية حول المشآت الصغيرة والمتوسطة والعقود الآجلة الرقمية وقد ناقشت جلسات المجلس التنفيذي العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء والمتعلقة بإيجاد أفضل الحلول لتطوير القطاع السياحي ودعم مؤشرات التعافي الإيجابية وتعظيمها إضافة إلى بحث كيفية مضاعفة الاستثمارات السياحية وتوفير المزيد من الوظائف في القطاع وتطوير أدوات التدريب وتبني المزيد من المبادرات الداعمة لنمو وتقدم السياحة وعلى هامش أعمال المجلس التنفيذي بدورته السابعة عشرة بعد المئة التقى الدكتور ناصر علي قائدي بسعادة السيد أحمد عقيل الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية حيث هنأ الوزير بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وانتخاب المملكة العربية السعودية رئيسا للمجلس لتكون أول دولة خليجية تشغيل هذا المنصب وقد تباحث رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض مع الوزير الخطيب سبل دعم تنفيذ مبادرات منظمة السياحة العالمية على مستوى المنطقة والآليات الكفيلة بتعزيز مستوى التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في القطاع السياحي